اختتمع الصادرات البحرين نرحب بك أستاذة زينب بداية ما أهمية أسبوع صادرات البحرين يا هلا أختي مساكم الله الخير عوالشين ومثل ما خبرتي قلتي أن أسبوع الصادرات يعتبر الحدث الأول من نوعها على مستوى المملكة وللزاما مع ذكرى الرابعة لتأسيسنا في صادرات البحرين في خلال الأسبوع المثمر شاركت أكثر من أربعمائة مشارك وخمتاشر متحدث من الخبراء من مكسنة القطاعات والتي تم من خلالها عقد عدد من الجلسات النقاشية تم تصريف الضوء فيها على العديد من المواضيع مثل عقدة الاحتياج التجاري وتطورات في ثلاثة الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي وتباوضل الخبرات في مبيعات تلزئة الدولية وطبعا من خلالها تم التعريف عن الحلول والخدمات المقدمة من قبل خضاعات البحرين التي تتناسب مع احتياجات المؤسسات القائمة في البحرين في وطولها العالمية وطبعا هذا كثير شيء كان جزء من فعاليات الأسبوع العالمي لرياض أساسي الأعمال وبالتأكيد الأسبوع الصادرات حقق غربه في نشر الوعي بفرص التصدير وثقافاته يعني وأبراز الدعم للمساحة المصدرين من قبل صادرات البحرين وشركائها نعم وعلى وعلى ذلك يعني خلال أسبوع صادرات تم إبرام العديد من الشراكات المثمرة دين صادرات البحرين ومختلف الجهات المحلية والدولية نعم اللي طبعا كوننا نحن في صادرات البحرين نحرص دائما على تقديم الخدمات والحلول للمؤسسات القائمة للبحرين في جعلها عالمية نعم وطبعا هذا الهدف الأساسي نعم أستاذة ما هي مخرجات أسبوع صادرات البحرين مثل ما خبرتك يعني هناك بناء على الشراكات المثمرة وكون الهدف الأساسي طبعا فيها هي نشر الوعي بفرص التصدير وتقديم الخدمات التعريف المؤسسات القائمة في البحرين حول الخدمات المختلفة عبر شراكاتنا المختلفة والتي تتناسب للمؤسسات القائمة في البحرين وطبعا هذا التعريف نحاول بدورنا في صادرات البحرين ننشر فيه الوعي على أساس أن نحن ننشر طقاف التصدير ونشجع فيه المؤسسات القائمة في البحرين للتصدير الأستاذة زينب متروكة خصي أول بقسم التسويق والترويج في صادرات البحرين شكرا جزيلا لك